اخبار رياضة من القناة الالكترونية جلديزاد أهلا بكم فشل المنتخب الوطني صهرة الثلاثاء في التأهل لنهائية كأس العالم 2022 إثر خساراته بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد الوقت الإضافي أمام الزائر الكاميروني وعبرت تونس للمونديال بعدما تعادلت سلبا أمام مالي مستفيدة من نتيجة مربارة الذهاب التي انتهت لصارح نسور قرطاج بهدف دون رد في المقابل أقصي المنتخب المصري على يد المنتخب السنغالي بعد الاحتكام لركلة الترجيح وفي لقاء آخر ضفرت غانا بتأشيرة التأهل بعدما تعادلت أمام نيجيريا بهدف في كل شبكة على أرضية ميدان هذا الأخير كما حسم بدوره المنتخب المغربي تأهله للمونديال عقب الفوز على منتخب كونغو الديمقراطية برباعية مقابل واحد وتسحب الفيفا قرعة المونديال مساء هذا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة صنع الحكم الجومبي باكاري قصامل حدث بعد الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في مباراة الخضر أمام الكاميرون وفجر صحفي الألماني جوشكا بورغر مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد أن خطأا تقنيا حرم منتخب الجزائر من التأهل إلى نهائية كأس العالم وأكد الحكم الألماني أن الفار لم يشاهد إعادة الهدف بسبب خطأ تقني وهو ما منعهم من رؤية مخالفة تعرض لها عيسى مندي مدافع منتخب الجزائر من جهة أخرى أجمع الإعلام العالمي والعربي أن الحكم الجومبي كان سببا وجيها في إقصاء الخضر من مونديال قطر 2022 أعلن الاتحاد الزومبي في بيان له صبيحة اليوم عن مقتل الطبيب جوزيف كابونجو وذلك على خلفية الأحداث التي شاهدتها مباراة نيجيريا وغانا أمسيتها دا ثلاثاء وأضاف البيان أن الطبيب الذي يشتغل لحساب الفيفا قد لقى مصرعه بعد إصابة بالغة أحدثتها الجماهير التي اقتحمت الملعب وذلك قبل أن تتدخل الشرطة وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع من جانبه قال أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزومبي لكرة القدم أنهم في انتظار التقرير الكامل من الفيفا لمعرفة ملبسات الأحداث قبل الخوض في أي أمور أخرى من هذا الشأن أوروبيا تأهل المنتخب البرتغالي على حساب ضيفه مقدونيا الشمالية إلى نهائية كأس العالم بفضل ثنائية برونو فرنانداس كما ضمنت بولندا تأهلها أقول بقيادة روبرت ليفاندوفسكي بعد فوزها على السويد بهدفين دون رد ليكون بذلك المنتخب رقم 12 أوروبيا في المونديال فيما تأجلت مباراة ويلز مع الفائز من لقاء سكوتلندا وأوكرانيا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ستلعب شهر جوان المقبل جدير بالذكر أنه سبق وأن تأهلت عشر منتخبات من القارة العجوز وهم ألمانيا، دانمارك، بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا، سيربيا، سويسرا، إنجلترا وهولندا وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة قصيرة بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائية كأس العالم ونشر اللاعب البرتغالي عبر تويتر صورة له رفقة صديقه وزميله في المنتخب البرتغالي بيبي كما علق رونالدو على الصورة قائلا تمر السنوات ولكن الأهداف تبقى كما هي دائما في خبر آخر كشفت شركة أديدس العالمية عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 وهي الكرة الرابع عشر على التوالي التي تنتجها الشركة للبطولة الأكبر في العالم وتحمل الكرة اسم الرحلة حيث تتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة كما سيكون أول ظهور لها مصحوبا بأساطير اللعبة على غرار النجمين إيكار كاسياس وريكاردو كاكا بهذا الخبر نختم نشرتنا الرياضية إلى اللقاء اشتركوا في القناة